فائسان الفرنسي موين ماكرون والمصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن كل الرهائم وجاء في مقالة رأي مشتركة للقادة الثلاثة نشرتها أربع صحف يومية منها اللوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأمريكية أن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تسببها يجب أن تتوقف فورا وبشين هجوم محتمل تعتزم إسرائيل شنه على رفح لفت الزعماء الثلاثة إلى أنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر البشرية وأنه يعمق المعاناة ويفاقم أختار تهجير سكان غزة قصرا والعواقب الناتجة عن ذلك إضافة إلى زيادة تصعيد في المنطقة